الفقارة والمساكين روحوا جاهدوا في سوريا هذا العريفي هذا العريفي هذا الشيخ العريفي راح قرأ البيانة على الجهاد في مصر وقرأ البيانة على الجهاد هو لقرأ وادعاء إلى النفير العام ومبادق بطبي وطيارة وين؟ إلى لندن باش يقضي العطلة في لندن ويصابوه يحوس راحوا زود شبار من العراق رضعتهم يماهم رضعتهم حليب طهر ناقي صابوه يحوس في لندن قالوا له كيف البارح تدعي شباب المسلمين باش يروح يموت في سوريا والجنتات تقضي العطلة وين في لندن أعطاوها طريحة أعطاوها طريحة كما ينبغي يا خنتك حب الجاد هاك جاد في لندن حسبونا الله ونعم الوكيل رامي اللعبوا بيكم يا شباب رامي اللعبوا بيكم الأمير عبدالقادر الجزائري نهار شاب للجهاد وفرضو عين أركب العود والسير الله أكبر وهجم مراشد عاش أولاد المسلمين روحوا انتم جاهدوا الإمام القسام في فلسطين لما شاف الجهاد وفرضو عين ضد اليارود أرفض البندقية وراح يجاهد الإمام شامل شامل في روسيا لما شاف الجهاد وفرضو عين أرفض العود الله أكبر راح يجاهد يعني هذا جهاد إسلامي صحيح ولكن يروحوا يجاهدوا بأولاد المسلمين الإمام الحداد وما أدرك ما الإمام الحداد مراشا في الجهاد وفرضو عين شعال كان في عمره احنا هذا نفتاق اللي كان يكبير لو كان جيد سغير ونجاهد في سوريا الإمام الحداد كان في عمره 83 سنة اسمع يا تاريخ اسمع يا أمه الإمام الحداد كان في عمره 83 سنة طلع فوق المنبر يوم الجمعة وقال سألقي بفرنسا في البحر كما ألقي بعصاي ورمال أسانتاو في صلاة الصبح والصاب مئة وعشرين ألف مجاهد من الشعب الجزائري مئة وعشرين ألف صابهم في صلاة الصبح فأعلن الجهاد على فرنسا ولما قبض عليه وقفوه في المحكمة قالوا له نحكم لك خمسين سنة سجن فقال للقاضي أردتموها خمسين وأرادها الله خمس فمات بعد خمس سنين خمس سنين توفى ولما نام على فراش الموت لما نام على فراش الموت استمعوا يا الشعب جزائري بصعف الرجال تعكم راح ينخلطوا من نار شوفوا الرجال نهار نام على فراش الموت واش قال الأتباع تعو واش قالهم قالهم إذا سمعتم الرصاصة في قبري فألموا أني أحارب فرنسا ما كشمس خير حي ميت إذا سمعتم الرصاصة في قبري فألموا أني أحارب فرنسا الأتباع تعو قال لك بعد أيام كنا نسمع الرصاص والأخبر تعو يا دراوش الكرامة اللي أعطاها لربي أما لهذه المال رجال يجاهدوا ماشي مكسل في لندن مكسل في قطر ويدعي ولاد الزاية روحوا جاهدوا روحوا تقتلوا الشياء روحوا بسوريا باش تموتوا يموتوا في سبيل الشكر في سبيل الشكر في سبيل الشكر في سبيل السياسة القطرية حسبون الله نعم الوكيل اللهم يا رب اللهم أشهد أني بارئ من هؤلاء اللهم يا رب أشهد أني بارئ من هؤلاء ليتلاعبوا بأبناء المسلمين روحوا موتوا روحوا موتوا باش حنا وبعد جوك الفاتحين الدماء ما زال يسيد في ليبيا ابكيوا ألا أروحكم الافتيتي لهم ساكن هل الدم لو يسيد في ليبيا روحوا وقفوه أنا قلت لكم يا ناس سمعوا على جال زوج أصنام زوج أصنام داروا وفد الصلح باش طالبان ما تدموش الأصنام وباش ما يتدموش المسلمين والأوطان تعالى المسلمين والبيوت تعالى المسلمين في سوريا لا لا أميش يجعوا في الشباب روح موت لأن تجاه الأسيحة محبين كذلك ما كاش جهاد أني قتلكم ويعلم الله والله ما شيء أني يقول أخوفا لا أبدا أنا مقتانع باللي ما كاش جهاد وباللي أرمي لعبوا بيكم أرمي لعبوا بيكم في النهاية يدورها على ريصانكم وإن شاء الله أربي يدورها على ريصانهم يعني نعطيكم حاجة بسيطة باش تفهموا والله أني نهضر لكم بالقلبي وإن شاء الله يا رب يجعل هذا الكلام يوصل لقلوبكم باش تحافظوا على ولادكم تحافظوا على ولادكم ساكن لأننا احنا الشباب في الجزاء عنده نية عنده سيق عنده إخلاص سيبوا يصلي ومنه صح مسكين حبي يموت باش يدخل الجنة يجوا هذو يخدعوا هذو الخدعين حسبونا الله ونعم الوكيل شوفوا السمع واش نقولكم يا أخ هذو قطر وهذو الدولة يقولوا بلي كاين جيهات في سوريا ويدعيوا الشباب باش يموت في سوريا وعلى ما يبعتوش الجيوش انت حم على ما يبعتوش الجيوش يا أخ عندك جيش سمدرب مسلح وانترك تقول بلي الجيهات فرض عين في سوريا والأمم المتحدة وقفة معك وأمريكا معك وفرنسا معك وبريطانيا معك وإسرائيل معك يعني ما رك خيف من والو لا من المنظمة حقوق الإنسان ولا من الأمم المتحدة وعلى الجيوش انتعكم خبيينهم وتبعتوا في أولاد المسلمين الفقراء والمساكين روحوا موتوا في سوريا لا لا إن شاء الله إن شاء الله يفي قولكم ويدوروا عليكم بإذن الله حسبون الله ونعم الوكيل اللهم يا رب اشهد من لي راني باللخت راني خايف على هات الشباب ساكن غير كيما سمعت ولي ثلاثة تزيرين ماتوا في سوريا أعلى ما كانش الأفضل لو كانوا في بلاده راه مهندس راه طبيب راه تاجر راه بيطاري راه يعمل في بلاده ما شاء الله الأفضل ما لا ندعي جميع الآباء حافظوا على أولادكم حافظوا على أبناتكم بالكوا يدخلوا ماذا الأفكار ما كانت لي حبي جاد فلسطين ما كان لا سوريا لا مالي لا الأردن لا سيني قال أموالو يتلعبوا بالناس حسبون الله ونعم الوكيل هذه إمرأة تقول أنا إمرأة مسلمة فرنسية الجنسية عربية أمازيغية فرنسية الله بارك تيجماتي قال حضارات عربية أمازيغية فرنسية اللسان لن أكذب عليكم وأدعي أنني ملتزمة مئة بالمئة إلا أنني أخاف ربي في حياتي الحمد لله مبتعدة عن المحرمات قدر المستطاع كنت في ريعان شبابي في بلد يعم بالعلمانية والمادة تعرفت خلالها بشاب جزائر جنسية مسلم راودني عن نفسي فخيرته بين الحلال أو الوداع الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه كانت عيشة في بلد علمانية وبعيدة عن الدين تعرفت على شاب جزائر مسلم الجزائر المسلم راودها عن نفسها وطلب من الحرام فخيرته شوش قتله فخيرته بين الحلال أو الوداع خير عيشوا في الحلال بالعقد الشرعي لتزوجوا يعني تحتضي لشرع الله ولا أبقى لأخر فكان الزواج الشرعي الحمد لله ما لهو خير الحلال على سنة الله ورسوله وأثمر زواجنا ولدا الله بارك تتوالى الأيام رافضا العقد الإداري إلى أن هداه الله واتم توثيق الزواج بفضل أخوه جزاه الله خيرا عننا لكن سيد الفاضل المشكلة في زوجي أنه لا يلبث أن ينتقل من إمرأة إلى إمرأة كنحلة من زهر إلى أخرى إذا تقصد ينتقل من إمرأة إلى إمرأة يعني في الزينة والحرام هذا لا يصحت مثله بالنحلة النحلة لا ترى إلا على طيب هذا مثله بالذبانة قالكي ما دبانة من مزبالة إلى مزبالة صبرت وما صبر يا إلا بالله لكن تعبت ومللت من هذه الحالة ماذا تنصحني السيدي يا أختي واش ننصحك إذا كان زوجك ينتقل من إمرأة إلى مرأة تقصد الحرام الزينة وهذا ليباين وانتكي قلت كان أحلى من زهر إلى أخرى لا 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 هذو كنني ستعزنا ماشي زهرات لا 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 الزهر هي الحلال الحلال إذا كان زوجك هذه حالته يعني يعني وش من الحالة تعيشي مع الزوج يعني ينتقل من الزيناء إلى الزيناء عليه أن يتوب ويستغفر وكيف يربي يوليده كيف تربي يوليدك إذا نصحته وما حبش يتوب وجبتي له أهل رأي وما حبش يتوب وشفتي إيمان من المسجد وإصلاح ذات البين ونصحوه ما حبش يتوب فانفصل عنه أفضل ما تبقيش مع هذا الزاني وربي يوليدك الأجر عندك في يوليدك إن شاء الله سائل من البيض يقول ما حكم إمرأة النذرة في صغرها أن تصوم رجب وشعبان ورمضان من كل عام والآن كبرت وصارت عاجزة عن تحمل مشاق الصيام فهي تسأل ماذا تفعل إذا كانت عاجزة فلا شيء عليها لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولذلك هذا النساء لم يدير النذر نحن ننصحوهم ما تديروش نذر تندمو عليه ديرو نذر لي تقدرولو يعني عوض ما تقولي راني نذرت نصوم راجب وشعبان قولي نذرت أن أصوم كلما قادرت كلما استطعت ما تديريش نذر شعال ما الإنسان يقول أنا يا لكان نصيب خدمة الشهر يتعين قسمها على زوج نص لي ونص نصدقه هو الجه سهل لأنه عازم ومن بعدها يتزوج أو جاب مرأة زادوا عنده دراري ومن بعده يقولي ما يقدش يقسم الشهرية ما لأنت لاش راح تحصل فيها روحك قولنا يا ربي أنا ديت النذر نصدق خليها واسعة يا ربي لو كان يربح وليدي في سيزيام نصدق يا ربي لو كان وليدي ولا بنتي يجيب الباكالوريا نصدق خليها واسعة كي وليدك يجيب الباكالوريا دير الأخفاف صدق الأخفاف صدق البغرير يا جوز ماشي ترح تزيير روحك لو كان وليدي ينجح نبني جامع ما وانت وين تقدر انت حن بابك تخلص مليون ومئتين ويتبني جامع قول يا ربي إذا فتحت عليا وليدي ينجح أنا ينساهم في بناء مسجد ينساهم كي يتمد ألف فراك ولا مليون ولا مئة ألف للجامع ولا قرعة لازافيل ولا زربية ولا لومبا راك ساهم في بناء مسجد سائلة من وادي القبة النابة الله أكبر سلامي لوادي القبة هذا قعدت معاهم شهر كامل ضيفوني شهر كامل والله غير منقودك ورماء حتى إنسان يحشم منهم كنت نروح للمول المخبازة نجي نخلص ما يحبش يخلص نروح نشري مول البططة ما يحب يخلص اتروح تجيب فاكية ما يحب يخلص اتروح للحفاف ما يحب يخلص يعني حشموني ملكار متاحهم مستحينا ساخركم ربي جازيكم وربي باركلكم وربي يمنع بيوتكم خير وبركة يا نساء ودي القبة في النابة تقول هذه المرأة كنت يا سكان ويا رجال ودي القبة كنت حاملا وأمرتني الطبيبة بالإفطار في رمضان ولكني نسيت كم أفطرت ماذا أفعل بما أنك افطرت في رمضان بعذر شرعي فلا إثم عليك ولكن الآن كي حاب تقضي ما رأكيش عرفاش على افطارتي واشقال العلماء تقضي قضاءا لا شك معه تقضي قضاءا لا شك معه يعني تبدأي تقضي قال مثلا رأني شك 14 يوم ولا 15 يوم واش نقضي نقضي 17 يوم رأني شك 17 يوم ولا 20 يوم نقضي 25 يوم يعني تقضي قضاءا لا شك معه حتى تخرج يقع من الشك وهذه نفس الجواب للناس يقول لك أنا ما صليت وما رأنيش عرفش على ما صليت واش قال العلماء تقضي قضاءا لا شك معه رأني شك اللي ما صليت عامين أو لا لا عامين ونص خلاص نقضي عامين وسبعة شهور عامين وثبعة شهور عامين وثبعة شهور نقضي تلت سنين فهمت كيف يعني تقضي قضاءا لا شك معه كذلك إنسان مثلا عنده دين على إنسان وذلك الواحد ما بانش وهو نساش على ويسأله يتصدق عليه بما لا شك معه قال يا ودي على سب مني شافي سلف لي مئة ألف وقيل مئة وخمسين آيان تصدق مئتين ألف صدق مئتين ألف وهذه قصة وقعت لي أنا كنت صغير جست على وحد الشاب مسكيني بيع كتوب كتوب وقال لي قال لي أنا نبيع باش نقرها في الجامعة وكنت صغير أنا كنت سنة الثالثة ولا ربعة اللي مئة ما عجبني وحد الكتاب هو أعطاه ولي قال لي هاك خلصني من بعد هاك دا قال لي الكتاب كان يدي عشر ألاف خلصني من بعد إن شاء الله يا ربي يكون يسمع فيها الكتاب واسمه الأخلاق وشييته من العقبة قال لي خلصني من بعد وليت غدوة وليت بعد غدوة وليت قيب عام والشاب مكاش ومسكين وقيل منعوهم باش يبيعوا في ذلك المكان ما بنش إلى يومنا هذا أما لدو كانايا نتصدق على هذا الشاب لبعني الكتاب فهمتوا ولا ما فهمتوش إذن انتيا باش تخلجي من الشك صومي صيام لا شك معه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة